السلام عليكم أعطيكم العافية بدي أرسم هذه الرسمة الشباب حكوا لي انه هومورك فهي مطلوب انه تستخدم يعني تحط انت دائمينشنز من عندك اول اشي بيقول لك اضع الوضع ساعة الوضع يعني هذا طول بدي يكون تقريبا ضعفين ومعطيك ومعطيك خلينا نبلش بالرسمة من نفسها هون اول اشي ممكن نعملها واحد وهون مقصوص منه شوي ف نعمل كمان خلينا نبلش بهاي رح نرسم كروس سكشن هون بالثيك نستبع هاد ثادث فخنا نبلش فيه موضع 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 نرسم هاد موضع موضع ممكن كمان تعملها مستطيلات ممكن كمان تعملها مستطيلات احسن عشان الفكنس يكون ثابت هسا هيك بطلع لال فانا بعرف بان الفكنس صح احسن عشان الفكنس ها هي تلالة احسن تمام؟ هسا نسوي ديليق تساقم بسلاح الشيء اللي ما يحتاجها مرات تكون بيكون في اوبرلابين يعني انت بتكون راسي بشيان فوق بعض فبدك تأكد انه ما فيش زي هك تفقى هيك تمام نحط جيومتري سنترلين نجرب هيك طيب هاي زبط بس خلينا نعدل عليه شوي نقال لك ها الخط هذا الطور بدي يكون ضعفين ها خليه حط هذا مثلا مية اوكي خليها كمان برضه مية من هون و هون من هون و هون مية تمام؟ نعم هاك بسراح النوش طيب خليها زي مية عشان فيك نستانة حسا هاي مية فهاي بدها تكون ميتين حط ميتين اوكي هاي مية و خمس مية تخليها او هاي 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 مثلا خليها مية هاي نشوف هاي طيب المسافة التحدي بدها تكون اكبر شوي طيب المسافة التحدي بدها تكون اكبر شوي دا اوكي باستخدار طيب شوي طيب المسافة سلطى اوكي اوكي تحديث هاي مثلاً هي طيب بها حسن اوكي نحط اللزاية ماتين وسبعين حين رسمت معنا حسن نعمل كمان ريفول عشان نشيل هاي الكتعة اللي هون نستخدم ريفول الـ بلايسمت بدي يكون عهذا السطح عشان احنا بنبلش نجي من هذا السافس قصدي فنسوي سكتش عسه هون صعب ان نرسمها اذا بدون ريفولنسيس فخلينا نحط شوية ريفولنسيس نختار هون edge edge سكتش ريفولنسيس edge هاي هاد الخط مرضى اوكي هيك اتوقع كافي خلينا نبسكمها رافلي طيب اونا مش راضي اعطيني سنابينك فانا برسم كمان بسوي ريفولنس هاد الخط كنا تمام تمام اوكي نسينا نحط geometry centerline هي geometry centerline نستخدم رجل مرحث خلق نضع هذه الخط نسعب عليه فسوع أو لها دون هذا الخط ثاني geometry centerline خسعة نسكتش ريفولنسيس هي هاد الخط تمام هسا هاي 30 لا 30 سارب 30 بجدتكم عشان يمشي بالعكس ورمووو ماتيريال هاي شلناه هسا بس ضلي الهورس نسوي اول هور ايش بيقول لك بيقول لك اي نعين اللي هو هاض بيكون simple hole through all depth فمنحط عشوائي هون انا حطيت خلي هاي مثلا 30 نحدد اي 2 رفرنس عشان بعد الهول نحطها through all ايكو الصح هاي او الهول هاني هول ايش بيقول لك simple hole centered at the exposed surface depth approximately to the mid thickness of the second flange طيب نحدد هول هون خليها هاي الطرف عشان احدد البعد يكون صفر عشان يكون بالنص هاي الثاني تزيد البعد شوية مثلا 25 اوكي يكون تقريبا بالنص انت بتقدر تجيبه بالاندل مش طرور يكون 100% يعني بيقول لك approximately ثالث hole ثالث hole بيقول لك standard hole ISO M36 export حس انا ما بارت اخذت هذا الهول بس عادي يعني انت بس تحدد standard hole بدنا اياه هذا بدن ما انت تكتب داميتر غاض بتروح هون هاي الكبسة بتلارك هسا نوع الهول نوع الهول في ايزو UNC UNF احنا منحتاج ايزو M36 X4 نكبس زي هيك بس منحدد عشفائية مثلا هيك نكبس صح بس اعطيكم العافية